اشتركوا في القناة ورحب جلالة الملك المعظم بقائد الجيش الباكستاني الذي نقل الى جلالته تحياتي وتقدير فخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الاسلامية ودولة السيد انوار الحق كار رئيس الوزراء واطيب تمنياتهما للمملكة بدوام التقدم والازدهار فيما ابلغه جلالته بنقل تحياته وتمنياته الى فخامة الرئيس الباكستاني ورئيس وزرائه ولشعب باكستان الشقيق بالمزيد من التطور والرفع مؤكدا جلالته اعتزاز مملكة البحرين بعلاقات الصداقة التاريخية التي تربطها بجمهورية باكستان الاسلامية وما تشهده من تقدم متواصل في كافة الميادين مشيدا رعاه الله بالمستوى المتقدم الذي وصل اليه التعاون المشترك في الجوانب الدفاعية والعسكرية واعرب جلالته حفظه الله عن تطلع المملكة لتوسيع افاق هذا التعاون بما يعود بالخير والنفع على البلدين مؤكدا ان مثل هذه الزيارات تعكس الحرص المتبادل على تعزيز التنسيق الثنائي بما يخدم الاهداف والتطلعات المشتركة منوها جلالته بالمواقف المشرفة التي تقفها دائما جمهورية باكستان الاسلامية ودورها الهام في تعزيز الامن والاستقرار في المنطقة مشيدا بالاسهامات الطيبة للجالية الباكستانية في مسيرة النهضة التنموية في البلاد وتقديرا من حضرة صاحب الجلالة لجهود قائد الجيش بجمهورية باكستان الاسلامية في تعزيز اوجه التعاون العسكري والدفاعي مع المملكة فقد تفضل جلالته بمنحه وسام البحرين من الدرجة الاولى من جهته اعرب قائد الجيش الباكستاني عن بالغ شكره وعظيم امتنانه لجلالة الملك المعظم على منحه هذا الوسام مقدرا الدور الكبير لجلالته وجهوده في دعم وتنمية العلاقات البحرينية الباكستانية لا سيما في الجانب الدفاعي والعسكرية مؤكدا السعي المستمر لترسيخ دعائم التعاون مع المملكة بما يخدم مصالح البلدين ويلبي تطلعات شعبيهما وبمناسبة الذكرى السابع والعشرين لتأسيس الحرس الوطني اشاد جلالته خلال اللقاء بما يطلع به الحرس الوطني من ادوار محورية في الدفاع عن سيادة الوطني وامنه واستقراره ومكتسباته الحضارية والتنموية باعتباره سندا لقوة دفاع البحرين وعونا لقوة الامن العام مثنيا على الجهود المخلصة التي واصل بذلها سمو قائد الحرس الوطني وكافة منتسبي الحرس الوطني بكل كفاءة واقتدار وقد قدم سمو الفريق اول روكن الشيخ محمد بن عيسى بن سلمان الخليفة قائد الحرس الوطني هدية تذكارية لجلالة الملك المعظم بهذه المناسبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر